لازم نبقى عارفين ايه البرنامج اللي بنتعامل بيه البرنامج ده اسمه Autodesk 3ds Max هو برنامج من انتاج شركة Autodesk وهنستقيمه في عمل نماذج سلسية الابعاد وفي خلال الكورس بتاعنا هنعدي على اكتر من مرحلة عشان نقدر نعمل النموذج سلسي الابعاد بتاعنا المراحل دي هتبقى كالاتي اول مرحلة فيهم هي مرحلة Modeling او النمزج او زي ما بنقول عليها مرحلة الرسم 3D انك انت بترسم الحاجة 3D ثاني مرحلة فيهم هي مرحلة Lighting او انك تضيف اداءات للمشروع زي ما بتقول كده كأنك بتنور المشروع وثالث مرحلة فيهم هي مرحلة الفريمينج الفريمينج انت بتحط الكاميرات بتاعتك عشان تبدأ تاخد لقطات ثابتة في المشروع ورابع مرحلة فيهم هي مرحلة ودي المقصود بيها انك بتحط خامات على النموذج الفريدي واخيرا اخر مرحلة هي مرحلة او ممكن نقول وهي مرحلة الاخراج بحيث انك بتبدأ تلعب في شوية اعدادات او تزبط شوية اعدادات بحيث انك تخلي البرنامج يحسب النموذج الفريدي اللي انت عملته ويحسب تأثير الاضاءات اللي هتتحط على النموذج الفريدي وبعد كده يحسب خصائص الخامات لو كان فيها انعكسات او شفافية بحيث انك تقدر تبعاتها او ترسلها للعمل اشتركوا في القناة